نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية وتحذيرات من المستوى الثاني بخصوص تسقط الأمطار بكميات معتبرة في الأيام القليلة الأخيرة. هذا التغير في الوضعية الجوية جعلنا نعيش أسبوعا شتويا بامتياز ونحن في أعز الاعتدال الربيعي. تميزت بروعود قوية. روعود قوية هذه همت المناطق الشمالية حتى الجنوبة. والسبب تأرود القوية هذه هي اللي قاة تعزوزكو ثلاثة واحدة بردة واحدة سخونة واحدة من الجنوب واحدة من الشمال. هي اللي خلت الأمطار سقطت في ضرف زماني قصير بسبب المثال في منطقة بنس ديمان بولية المدينة والنس جنب بضرف زماني تاعة ست سوايا تقريب ستين مليمات. أما فيما يخص الولايات الأخرى الشرقية غربية العطلة الصحراوي شمال صورة الواحد كذلك كانت فيها كمية أمطار. ودن الوضعية ستستمر إن شاء الله غادن الخميس وخلال هذه الليلة على معظم المناطق الشمالية وبالأخص بالأخص الهضب العليا الغربية وأيضا الوسطى تم تمتد إلى السواحل تاعة البحر الأبيض المتوسطة الوسطى وأيضا الغربية. غادن إن شاء الله تحسن يكون على غرب البلاد وبعد غاد إن شاء الله الجمعة التحسن سيكون على كل المناطق الشمالية. أمطار رغم تأخرها استبشر بها الفلاحون خاصة بعد أن كثر الحديث عن شحها لسيما بخصوص انخفاض منسوب المياه في السدود. وبهذا ألقى شهر رمضان الكريم رحمته على الأرض بغيث ودرجات حرارة لا ترهق السائم حتى في زمن الكورونا.